صحفيين ولكن اللاعبين ما عندهم حتى علاقة وهذا اللاعبين محترفين متعوذين على هذا الحياة ما الواحد يكتب في صحيفة ولا يتكلم في إذاعة ولا يتكلم في تليزيون هذا ما يأثرش نهائيا ولا على الاتحاد ولا على المسيرين ولا على اللاعبين هم يعني الناس عندها حق في مختلف البلاطوات اليوم في هذه السيطال عمود يبدو رأيهم هذا معقول جدا ما فيه حتى مشكلة التجاوز ما مش ممكن والمفروض الناس تراقب التجاوزات لكن إبداء الراي بتاريقة ديمقراطية ما فيه حتى مشكلة وبالنسبة حتى للصحفيين اللي يكتبوا في الجريد ما فيه حتى مشكلة أنه يبدو رأيهم لكن في الحدود الملائمة شفت بعض الناس خاصة المدربين قدم داروا منقطة واحدة في كاس إفريقيا الأمم وغادروا ودربوا نادي تلت المباراة وطردوهم ومن ذاك الوقت ولا يشتغلوا ولا عندهم الكفاءة باش يتكلموا على هذا الفريق في المستوى اللي هو فيه يقولوا حاجات غريبة هذا طبعا كاين بعض اللاعبين بعض يعني قليلة يعني ممكن نحسبهم في أصابيع قليلة يد واحدة أنه كأنهم ما زالهم هما أبطال ولا بينما الآن الأبطال اللاعبين موجودين في الفريق الوطني اليوم الأبطال ما بقاوش اللي كانوا في التمانينات اليوم الأبطال اللي راهم في 2016 وهذا هو الفريق الوطني وبالنسبة للآخرين لازم يكون تواضع في الفحص في الاناليز لازم يكون تكون لاناليز إيجابية لكي نستفادوا منها إلا باش دي تقول غير الأمور ماش مليحة هذا ما يهمه ورعك حل ما يهمناش حنا نعرف كين مدربين ما عندهم مش حتى الديبلوم ويتكلموا في البلاطوات ما عندوش ديبلوم باش يدرب فريق في الدرجة الأولى ويجي يعطي رايو ورح يقرأ خير من الأحسن هذا رحيح بيني وبينك الناس اللي تتكلم ما عنداش علاقة و تصير فريق وطني ما عنداش علاقة و تصير فريق وطني في هاد الوقت بالدات كينماس اللي كنت لك عايشين في تانمينات بامانينات وفي السبعينات ما زالهم بعد على الحداثة اللي صارت في المنتخبات وفي تصير مختلف الفرق الوطني علاوة على هذا الناس ما لازمش تنسا عنه هاد الفريق أهل مرتين اللي كاس العلم هذا بعد غياب تقريبا ثلاثين سنة لا نساش اللي تحقق في السنوات القليلة الأخيرة ولذلك الناس كجودي فو بايتر انقرا همت هذه الانقراتيتود خاصة غير بالجزائريين يعني واحد سياسي واحد درج الاقتصاد واحد درج التقافة واحد درج الرياضة يدير حوصلة مهمة جدا ويجي واحد عنه عنده غلطة أو عنده نقص في مكان يبدأ نزل عليه كأنه ما سواله في حياته وهذا غريب ولازم نتربع ولازم نكون في المستوى في الفحص في الاناليز ونقدم إيجابيات أنا كيد قولي اليوم ما لعبناش مليح إيش باش نلعب مليح حاطيني باش نلعب مليح همت إلا عندك كفاءة قولي ماش يجي في بلاطو تقوله نون سيبابيا وهاديك هذا وهاكذا ولازم نديرو هكذا ولازم نديرو هكذا ما تديرواله لانه تسير تعلي اتحادية والتسير الفني تعتقم فني والمسؤولية دي اللاعبين مسؤولية